المعادلة التفاضلية G زائد H هو حل للمعادلة أيضاً درس اليوم مثال على المعادلة التفاضلية المتجانسة وحلها لديكم المعادلة التفاضلية التالية المشتقة الثانية لـ Y بالنسبة إلى X زائد 5 ضرب المشتقة الأولى لـ Y بالنسبة إلى X زائد 6Y يساوي 0 لاحظوا أن هذه معادلة تفاضلية خطية متجانسة من الرتبة الثانية لحل هذه المعادلة يجب إيجاد دالة واشتقاقها مرتين ثم التعويض في المعادلة التفاضلية فإذا كان الناتج 0 تكون الدالة هي حل المعادلة التفاضلية افترضوا أن هذه الدالة هي Y يساوي E أس الثابت R ضرب X والآن اختبروا إن كانت هذه العلاقة حلاً للمعادلة أم لا إذا عودتم تعرف هذه الدالة في هذه المعادلة التفاضلية يمكنكم إيجاد قيمة الثابت R الذي يحقق هذه المعادلة وبالتالي تتوصلون إلى حل هذه المعادلة التفاضلية أو ربما أكثر من حل واحد لها تحتاجون إلى المشتقة الأولى والثانية لY لاختبار المعادلة المشتقة الأولى لY حسب قاعدة السلسلة تساوي R ضرب E أس آر X المشتقة الثانية لY تساوي هي R تربيع ضرب E أس آر X الآن يمكنكم التعويض في المعادلة المشتقة الثانية وهي R تربيع ضرب E أس آر X زائد خمسة ضرب المشتقة الأولى أي 5RE أس آر X زائد ستة ضرب E أس آر X يساوي صفر لتبسيط المعادلة خذوا E أس آر X عاملا مشتركا هذا E أس آر X ثم افتحوا قوسين ويبقى R تربيع زائد خمسة R زائد ستة يساوي صفر ما قيمة R التي تحقق المعادلة بعبارة أخرى ما قيمة R التي تجعل الطرف الأيسر للمعادلة يساوي صفر لاحظوا أنه لا يمكن لE أس آر X أن يساوي الصفر لأن E عدد وليس هناك أس يجعله يساوي الصفر إذن حتى يكون الطرف الأيسر مساويا للصفر يجب أن يكون التعبير ما داخل القوسين مساويا لصفر أي أن R تربيع زائد خمسة R زائد ستة يجب أن يساوي الصفر هذه المعادلة التربعية تعرف بالمعادلة المميزة للمعادلة التفاضلية ويمكن حساب جذورها أي قيم R بالتحليل إذا حللتم هذه المعادلة تحصلون على R زائد اثنان ضرب R زائد ثلاثة يساوي الصفر هذا يعني أن R إما يساوي سالب اثنان أو R يساوي سالب ثلاثة إذن هناك قيمتان لR تحققان المعادلة التفاضلية بالتالي Y يساوي E أس سالب اثنان X هذه الدالة Y واحد و Y اثنان يساوي E أس سالب ثلاثة X هاتان المعادلتان تمثلان الحل العام للمعادلة التفاضلية في الأعلى تذكروا في الدرس الماضي قلنا أن ضرب الحل في ثابت يعطيكم حلاً آخر للمعادلة التفاضلية لذلك إذا ضربتم Y1 في الثابت C1 ستحصلون على حل المعادلة التفاضلية حيث أن C1 ثابت اختياري قد يكون أي قيمة وكذلك إذا ضربتم Y2 في أي ثابت مثل C2 ستحصلون على حل عام آخر للمعادلة وتعلمتم أيضاً أن Y1 زائد Y2 هو حل المعادلة أيضاً إذن Y لX تساوي C1 ضرب E أس سالب 2X زائد C2 ضرب E أس سالب 3X وهذا هو الحل العام لهذه المعادلة التفاضلية لاحظوا أنه يوجد هنا ثابتين أي مجهولين لذا لإيجاد قيمة الثابتين تحتاجون إلى شرطين ابتدائيين لإيجاد الحل الخاص لهذه المعادلة التفاضلية أي Y عند قيمة محددة لX وY عند قيمة أخرى لX لتعويضها في المعادلة وإيجاد قيم C1 وC2 وهو ما سنتحدث عنه في الجزء الثالث من الفيديو شكراً للمشاهدة